خلينه هنا أستاذ هيثم أرجع أسألك ما أهمية ما نشهده اليوم في السودان وفي الجزائر بعد كلام الكثيرين أنه خلاص هذا ربيع عربي انتهى يعني روحوا أحلموا بالتغيير وهذه الأنظمة ستظل يعني بعد الانقلاب في مصر وبعد ما جرى عندكم الآن وهذا إعادة يعني تصدير النظام نظام الأسد وتظهيره والاعتراف به وتأهيله من جديد وما يجري في بلدان أخرى أنه خلاص هذه الأنظمة ستبقى قابعة على صدور الشعوب الله أعلم خمسين سنة مئة سنة يعني هؤلاء يعني أعداء الأمة أعداء الأمة الذين يقودون الثورات المضادة أعداء الأمة يقودون الثورات المضادة ضد ثورات الأمة الحقيقية سواء كان بسوريا سواء كان في مصر أو في اليمن أو في ليبيا أو في كل مكان هؤلاء سيفشلون سوف يستطيعوا الاستمرار ولو كان وراءهم العالم يعني أنت تعرف الآن دول العالم كلها متواطئة علينا مع الأسف الشديد يعني وأنا ما تؤخذني أنا من سنتين من سنتين أرسل لي السفير الأوماني رسالة على النيت قال بدي أشوفك وأنا انتقيته هنا في إحتى المقاهيات الأنوية ساعة ونصفاً قلت له ما يلي المنطقة كلها هذه من سنتين تكلمت ليس الآن المنطقة كلها العربية مقبلة على انفجار وهذا الانفجار سيطال شرره أوروبا وأنتم ارتكبتم يعني هنا تقصد الموجة الثانية من الربيع العربية المنطقة كلها أي نعم ليس الموجة الثانية السمرار السورات أو المشهيلات بدأت بالعراق بالغزو الأمريكي للعراق كبرت الكرة وانتقلت إلى سوريا الآن ستنتقل من سوريا إلى أماكن أخرى في العالم العربي وسيكون هناك انفجارات وقلت له هذه انفجارات ستطال شررها أوروبا وأنتم بإدارتكم ظهركم إلى الملف السوري ترتكبون خطأاً فاحشاً وتتركون الملف إلى الأمريكان الأمريكان ليس بيننا وبينهم صلاة ولا تفاهم قديم بيننا وبينكم تاريخ طويل بغض النظر عن المآسي أو المحاسم لكن أنتم جوارنا جوار بين أوروبا وبين المنطقة العربية في جوار قديم جعرافي تاريخي لا تدعم المستبدين فقط هذا هو المطلوب فقلت له أنت لا يجوز أن تديروا ظهركم لملف الثورة السورية وإلا سترون في المستقبل القريب يعني خسارة في هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر